تبسط في صورة بتشتغل في الميديا وفي سوشال ميديا أنت حكيت كلام كمير بس ما في نتوش صورت مليونير إن شاء الله صورت مديونة اللي حاربوك نبدأ تفرق معاي أنت يعني أنت عم بتنافف يعني؟ إحنا أصلا بس نشوفكم نقول والله ما هم عارفين نشتغلوا كلام مسؤول عنه؟ نوارتنا أبو سروال أرا أسف الله أنه ركبت الوقت حيبطل يصير أبو سروال آه لا خلاص لغينا الفكرة من اليوم؟ من اليوم؟ اعتبرها من اليوم شو حيصير؟ شو حيصير؟ هو صار يعني علي موسى علي موسى صحيح حيصير إشي نك نيم لعلي موسى؟ لا علي موسى أبو سروال بس عملنا كان اسمه أبو سروال عملنا شفت وكان أبو سروال علي موسى آه هسه صار علي موسى أبو سروال حيظل أبو سروال بس بالأطوان طوان ما يعني ما ينفع يروح أنا مستحيل أشيله يعني أنا ضد بصراحة هو أنا ضد أنا لما تبعت أنه في نية للتغيير طيب شو الهدف من التغيير؟ الهدف أنه فيه يعني يعني في دول الخليج الاسم مش عملي بس والواحد يعني بديه يشتغل في كل مكان عايزين يشتغل فآه لازم بس حتى في المغرب يعني مثلا يعطيك العافية بالمغرب تعني النار عنا 24 ساعة يعطيك العافية هات العافية هات العافية ما هي اختلاف ثقفات ما شو سوي في كثير كلمات أنا بحكيهم في الستوري في الفيديوهات في عنا في الأردن ما تفهم مش ما تفهم عنا في الأردن تفسر؟ يعني أنا بدي أسلم على واحد بقول له هيك في بلد ثانية ها رفضين الفكرة صح دير بالك وانت بتشتم ليه خصوصا من تحياتنا لأهل مصر لا زيزين بس أهل أهل مصر منفهم لغتهم بس أو لحجتهم في كلماتين ثلاث كلماتين ثلاثة أنا متعود أحكيهم عندهم بص حضرتك يعني كابتالوطفة انت من عندنا من الصلط يعني طبعا لا أربد ها زعب ها زعب ها أربد وانا أصلا زعلان عليك انت بتقول لي ما بتحب تروح أربد آآ أنا نسيت أنا نسيت لماذا بتحب أربد مش بحبش أربد ولا بالعكس أنا أربد بالنسبة لي كانت يعني حلم حياتي أروح على أربد كويس بس أول مرة اتفقنا يعني العيالين ننزل على أربد كنا أبوي معا بكم وحنا ننزل الخيم كويس صابني وجع في رجلي ولو مقدرش أتحرك وجع يعني مش طبيعي فهما نزل وأنا ظلحت أوه فأول مرة بنزل على أربد كانت يعني فيها ذكرى سيئة سيئة جدا واللي بعدها عشان الذكرى السيئة برضو مرة أخرى لازم نراجع الدوائر الحكمية وبس وفي مرة نزلت على عرس برايفت برضو صار شيء عرس برايفت في المسج عرس برايفت وأصدقاءنا وكذا نزلنا لقينا أربد كلياتها أكلت كفوف تزيقت الكفوف اللي هو أنه أنت فاهم نحن أنه طبعا ترحيب ترحيب بدأت صور معاك نحن أنت صور معاك نحن أنت صور معاك تهيك من رقبتك بش ده تصور معاك فأكلنا كفوف تزيقت بس هذا الدليل أنه حياتنا لها الأربية والله لحد أسف توجه بس يعني هو مؤشر أنه الناس بتحبك صح؟ أنا ما يعاد معدي مشكلة يعني يا ما صارت معاي عادي يعني ما في مشكلة أنت مش رياضي مش لعب كرة مش مش إعلامي رياضي صح؟ كان نفسي كان نفسي لا زمان كنا نلعب بدون من تابع نحضر كنتش تابع أبدا يعني بس كنا نلعب بالشارع أوكي لحد ما جاء كاس العالم 2010 لأنه كان فتحوا المباريات دائما كانت مشفرة فتحوا المباريات أكمل مباراة بس والله كانت مباريات الورقواي دائما مفتوحة فعجبت بهذا الفريق وسواريز وغانا وأيام وبعدها لعبوا مع هولندا وعيطت لما طلعوا من هولندا عيطت على الورقواي والله المصيبة أنه في 2014 الملحق أنت أه أنت بتحب فريق أصلا عريق كم لما دخلت وشوفت تاريخ الورقواي طبعا أول ناس طبعا عشان هيك حبيت سوريز رغم أنه عضاق بحب كرة القدم هو بعيط لما يخسر هذا الأشي حلو في لعب كرة القدم ومش أنه تخسروا يلا السلام عليكم سيحب الفريق بيجي عن طريق لاعب ما توقع بيجي عن طريق نادي طبعا عن طريق نادي يعني أنه والله أنا هيك صحيت صبح والله ما دريد بفوز أنه إحنا بهمناش الفوز نعم خاصة بتشوف اللاعب بتحب شخصيته صح صرت انتمي للنادي يعني هاي ميس طلع نعم أنا جيت عبرشلونة بشجع برشلونة عشان سوريز آه ما كان يفرق معي والله انت مش برشلونة لا لا 2015 لما فازوا كنت أسأل ما كنت تحضر لسه ما كان كنت أسأل سوريز سجلوا ولا لا بس فازوا بطولة مش فارق معي بعدين بلش أتابع سوريز تابعنا ميسي اكتشفنا هنا بس انت بتذكر سوريز لما كان بليفر بول ولما عملي القصة وبكأس العالم العضل مع منتخب إيطاليا العضة والعضة الشهير في إنجلترا في الدوري بتتذكرهم كل لا هاي مش ما كنتش متابع آه أوكي مش ما كنتش متابع مش في الذاكرة يعني آه مش في الذاكرة يعني كمتابعة كمتابعة حقية يعني انت بتعتبروا لعب ممتاز سوريز آه سوريز أفضل تسعة بس هالله بتعرف هالله راحلة أخدوا ميسي عنده آه خلاص اجتمعوا على انتر ميامي اجتمعوا 2015 خلاص صار الموضوع رجوا الذكريات بس هذا بيعطيك مؤشر كمان انه حتى الكرة فيها وسطة أو فيها علاقات أو معارف أو كل مكان كل مكان فيه وسطة وفيه تلاعب يعني ما في منطق صح ما فيه عدالة يعني في كرة القدم مش لأنه لاعب ممتاز فاحنا منجيوه بس لا يعني ميسي جاب الأربعة صحابه صحيح آخر شيء ليس ضايل واحد مين مين ظل صاحبه ظل نمار لا أين هل نمار هل عنده رباط صليمي خلينا نروح شوي ل نروح شوي للأندي اللي انت بتحب تشوفها انت بتحب برشلونة طبعا زي ما حكيت بسبب سواريس آه شجعت برشلونة بس انت ما بتشجعت مش برشلوني لا لا عسا لا تخيل انه يكون كليان بابي في مدريد وهلند في برشلونة تخيل انا بشوف هلند تصوري سيدي انا بالنسبة لي بشوف هلند في مدريد ومبابي في برشلونة ليه؟ لأنه برشلونة بحاجة مبابي مبابي احنا عارفين انه لاعب بس عقليته نعم يعطيك العافية ومدريد مش بحاجة للاعب زي مبابي لأنه اصلا صار في بينهم مشاكل وفي فينيسيوس وعشان اكثر من اسم موجود وبدوا راس حرب بس اصلا هم محتاج راس حرب نعم فكهلند ممتاز انت بتحكي بالمنطق عليه بس هو الواقع غير الواقع ممكن بابي هو هلند مدريد العاطفي انه هو الف مرة صوره وهو صغير صوره مع كلها لعبة مدريد كله انا متأب نعم لو فارق مع العاطفي زمان رحمه مدفاهم باريس اندرونة نعم فارق معه طبعا فأتوقع برئيز هو اللي يزبط الصفقة هاي بس تعرف انه انت كأني بحس انه انت بصد في صورة بتشتغل في الميديا او في سوشال ميديا مش بالصدفة ولا؟ كيف صارت؟ كيف كانت البداية؟ هي فراسي من زمان أنه أنا نفسي أكون مشهور محبوب بس تعارف الوحب يكون خايف وبدك كاميرا ومعدات والموضوع مش سهل ومش عارف إيش لحد ما أجت الفكرة فراسية أنا كنت أكتب بوستات ساخرة بيخسر مدريد أعطي بوست بيخسر برشلون أعطي بوست بعدين صرت أنا أمنتج فيديوهات ميمز لعادل الإمام أركب عليه شعر برشلونة وكذا كذا بعد ما خسر بعدين قلت ليش ما أنا أتعلم أنيميشن وأصير أنا أعمل شخصيات وأصير أحفل فيها في لك تصريح سمعتم بتقول أنه بالأول ما كنت أحب أبين في الكاميرا كنت تعمل أشياء بدون ما تظهر ما كنت أحب مستحي هي البداية شخصيتك خجول كنت فرطط يعني هذه الممارسة يمكن طبعا الممارسة تقابل ناس تحكي مع ناس الشخصية بتفرق جميل بس أنت تحولت من شخص كنت فقير أو وضعك صحيح أو وضع عادي لا لا الحمد الله مستورة بس لا صار عندك مصاري هسا 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 فلتنا لا هسا الحمد الله بس السوشال ميديا أعطتك فرصة أنك تصير طبعا طبعا يعني صرت مليونير لا مليونير ما وصلنا المليون وصلنا المليون كيف يحكوا الناس عم نشوف دول الفشنستة اللي ركني سيارات أنا بجوز كنت مليونير تعرفت على سامر واشاء الله صرت مديون يعني ما عملت مليون دينار مثلا تقريبا والله يمكن ضريب لا هو بحكي عن ضريب مليون دينار من سبع سنين سبع سنين يعني أنت عملت مليون دينار عملت مليون دينار بس هو فيه ضريبة يعني لو ديجع ديجع داجع سبع ديجع دريبة على سوشال ميدا آه فيه ضريبة خرص منشيل لك سؤال والجواب شو رأيك لا ولا خليهم عليهم بيسكي أخذهم آه أوكي بيرجعلي من قبل أوكي إلغي الفقرة كت يعني أنت السوشال ميدا كل الناس مليونيرية بتصير كم مليون عملت هذول الناس أنا انت بشر آه أنا أنا بشتغل عقدتي أنا يعني بطلع عشلارات بالليل بصرفها لا آه بس انت شغيل ما شاء الله الله يسي معشان هيك آه يعني مثلا بطلع باليوم ميت دينار بالليل بصرفها جد آه بصرفها وبدفع كل شي كل شي عليك بدفعه كل شي عليك تدفعه آه فيه ضرائب عليكم آه وله كان أصلا فيه ضرائب يعني أنا مترارات باليوتيوب قبل مصال لي بكون ما متأخذ منه ضريب وله آه من اليوتيوب وأمريكا آه أوكي طبعا تاج راسنا طبعا نحبهم طيب يعني عملت لك مليون دينار لا لا مليون دولار لا لا مليون درهم مليون درهم كم يعني مليون درهم يعني ميتين ألف دينار تقريبا لا لا شو إذا بعدين معك آه سامر أنادي سامر أسأله هو ماش هيكذب علي لا لا آه آه تقريبا أنت خايف من الحسد آه ولا من العين لا لا ولا من ذرهم ما بنعمة ربك فحدث بس وإن شكرتم لا زيدا صحيح خلاص قولي شواء حمد الله طبعا خمس مليون لا لا بس قصدي أنه خلينا بدناش إذا بدكش تحكي بالأرقام أكيدا عارف أنك تجوزت الملايين كلها آه راسي متابعين آه لا مش متابعين كمان فلوس بس أنا عايز أمر الرسالة برضو للناس اللي بتحب تشتغل بالسوشال ميديا أو على اليوتيوب أو أي منصة اللي هي بتدفع فلوس أنت بتشجحهم يشتغلوا أولا أولا طبعا بشجع يعني إشي سهل نعم يعني كيف كرة القدم آه سهلة بس صعب تلعبها سهل ممتنة سهل ممتنة آه فالسوشال ميديا سهلة هات فكرة وطبق بس لازم يكون فيها كوميديا لا يعني أنت مثلا لأنه عندك كوميديا الناس بتحب تشوف أنت بتركز أنك تضحك الناس وهذا أصعب شي طبعا يعني لو مجال ثاني بس المحتوى مش مشكلة المهم أنه يضحكوا عندي آه لا أنا لو مش مهم عندي المحتوى آه ما أنا قلت على ستاب جديد وهتمت بالتفاصيل ومش عارف التكنولوجيا وأجهزة آه طبعا يجي لي في بيلاروسيا لا أنا بقطع وين بمنتج لك في بيلاروسيا بيلاروسيا لبناء يعني أشطر دورت وطلع معاي شو السبب؟ أرخص إيش شاقني شاق والله يعني كم تدفع الفيديو مثلا؟ حسا في عندي أنا يعني أنواع بالفيديوهات نعم مثلا عندي الأخبار أوكي عندي دوري أبطال الدار عندي فيديوهات منوعة في عندي فلوكات في عندي على قناة الألعاب آه فكل واحدة لها سعر يعني تقريبا دوري أبطال الدار لا يقل عن مئة دولار على الحلقة حلقة مدتها كم؟ تقريبا عشرين دقيقة ممتاز السعر ممتاز يا كيفك أخيش أخواتك آه كيف أخيي أخبارك آه لزيز طب لا الرقم هو طب ما تحط واحد عندك موظف تعطي راتب عندي أربعة آه ما شاء الله أربعة وتشكي الطفر يا بسر والد تقول لي ما بعمل ملايين مايش أعطيهما الزق سم الله ليه شو صار معي؟ علشان لما عملت الستوب الجديدة والبيت الجديد آه آه عمرت فيه الله هلأ آه علشان الشخصيات كثروا آه في دوري أبطال الدار يعني زمان كنا أربعة عشر شخصية هم هلأ اللي هم دورة اللي هم الأندي الأوروبية أوكي وتعمل هال طبع ولي بالسوم وكذا آه فزادوا الشخصيات أوكي دوري السعودي نابولي إن شاء الله الجمهور بطالبني قال أنا ترخت في فرانكفورت أوكي من بليا عشان مستعمري آه شو ما دمون أجيبهم طبعا فأنت لازم تعمل تجهزات آه لأنه أنا يعني غرفتين ثلاث غرف نوم وصالون ومطبخ غرفة الضيوف مشاهدة تكررت وبنفس الفكرة فلا بنقول وبوسع فتحتاج تغير داما نعم صحيح مش عشان أتجوز يعني آه هم بحكولي آه ما هو أنت و أنا بسوف البنت كنت نعم تتجوز ووصلنا لمرحلة لا شو لا ما ما خطبت إشي؟ كنت وبطلت أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هلأ ما في عالطريق؟ إيه عالطريق؟ يعني ما في ليه؟ يعني مش وقته يعني كل المعجبات وهذا وبعدين مش وقته بدي أشتغل آه بديك تشتغل بديك تأسس تبني آه عشان تشتغل بدي أبني عشان متعارف ما تجيبها هي هتهد شو قلنا وإن شكرتم لأزيدا لكم صحيح؟ صحيح والحمد لله والحمد لله الحمد لله ما أنت هسه أنت شو ما تبني حتيجي هي تهد فأنا تبني برج عالي عشان نتهد أنت فاهم نظلم أنت ما تتقررانها هتهد بس عادة الرجل جنة والست بنة بيحكوا معنا شو فعلا مثل مصري يمكن ولا أردني يعني الرجل بيجيب الفلوس والست اللي بتبني ليش تفترض أنه هي هتطيرهم؟ إلا بالتعاهدات هي يعني لا هي بتساهد يا سيدي إن شاء الله إحنا آه هول الأفكار تغيرت هول في كثير شغلات شو موصفات فتاة أحلامك؟ سؤال عريق عميق عميق زي ميسي آه تحبوا الفتاة البيضاء ولا سمراء؟ هو مستحي قال سمراء قالوا شو بتحب تكون؟ قال أفضل لعب في العالم بعدين أنا حضرت الفيديو بعدين جابوه أنه متجوز مرته سمراء وهو أفضل لعب في العالم نعم فأحكي أحكي وأنا مستحي وأنت مستحي سمراء فاقع اللون وكون أفضل أنفلونسر في العالم أوه مايقاد هو أنت أفضل أنفلونسر في العالم؟ هسا؟ مين أفضل واحد بالعالم؟ أنفلونسر؟ في العالم ولا في الوطن العربي؟ في الوطن العربي يا سيد نخفف السؤال من أي ناحية؟ من غير محتوى والأرقام؟ ما تتوهنيش معك مين أفضل أنفلونسر؟ أنت برأيك مين أكثر واحد يشدك يا أخي؟ يعني أنا توقع جوح الطاب حالياً جوح الطاب؟ نعم إدعم المحلي محمد عدنان ومحمد عدنان منيح شكناني؟ شكناني لسه داخل اليوتيوب منيواني؟ داخل جديد من الناس المؤثرين؟ بسهم كلهم مؤثرين نعم بس يعني أنت وين بتصنف نفسك؟ وين بصنف نفسي؟ أحسن واحد طيب ليش حطيتم قدامك؟ طواضع طواضع حلو حطيتم جنبي زي ميسي أنت بتعتبر نفسك أفضل واحد باللي بيقدمه هذا المحتوى؟ وفي حد بقدمه؟ لا يعني أفضل واحد بيطلع في اليوتيوب وبعمل برامج رياسي هس أول واحد عمله عليه أبسروال فيه كثير أجو يعني ممكن يجي واحد أحسن منه يمكن يجي واحد أحسن منه بهذه الطريقة اللي هم تشتغل فيها أنت بتعمل هذا الدور أنه أنت اللي عملته يعني يسجل إليه بس أنا الفكرة عندي صارت قصة يعني دوري أبطال الدار اللي هو البرنامج الأنجح بطل بس تحفي الكروي صار قصة تسرد قصة آخر مشهد في الحلقة عن القصة الكل بوكتب عنه نعم ما بيحكي والله أنه ضغف حكت والله على تشيلسي على ردة فعله أنه والله كان بتحمم مثل حكم عليه أنه يوخذ دوش شواء كله قاعد بيحكي عن القصة عن نفس المحتوى اللي أنت مقدمه هذا شيء كويس طبعا ممدوح نصر الله ما تقولي شيء ممدوح ساحر ممدوحه يعني أو اللي أحكي ممدوحه طبعا ممدوح نصر الله ياه أنا بحس أنه من الناس اللي بشدوك يعني هو ممدوح لا مرتب ممدوح صح؟ ممدوح يعني أنت فاهم على البساطة نعم أنا عشان أصور مقطع تك 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 وبحطها وما بيقول ايه مثلا لما فيش تردد أنا بدي أحكي وذهب برشلونة لا راح برشلونة للبتاع كله على بعض ما شاء الله موهو تحدث سواء هو الدكتور دكتور سيدالي دكتور سيدالي بس نجح نجاح رهيب مع أنه شوف هو فكر بس بالمحتوى يعني اللوكيشن اللي بياخده الزاوية حافظها أنا صورت وأنا كان هو جاني ضيف بس عبر الزوم جاني مرتين وكتير كنت مبسوط أني أنا بشوفه وبسمعه ممتلة ويمكن مرات الموهبة والقدرة على سرد القصص بطريقة معينة بتخليك بتنشد أو بتتابع اللهجة مصرية غصبا عنك طبعا لا اللهجة ما نقدرش حماتي مصرية فأكيد أنا لازم معها لا نجرؤ حلو طيب ممتاز هلأ تسكر حسابك شهر تقريبا لا كم تقريبا شهر شهرين إلا تسكر حسابك شهرين شو حسيت كأنك فاقد شو الله أول ثلاث أيام كان حزن شديد لا عزا بالعكس عادي كان الموضوع آه بعدين لما عملت الحساب الجديد بعد ست أيام يعني أنا زعلت خلال الفترة طبعا أنا أكيد سأل ست أيام سبع أيام أولا ما عارف عملت الحساب الجديد ما كنتش نوع من الحساب الجديد لأنه يعني أنت فاهم عندي معارف بترجع الحساب طبعا المعارف نفسهم قال يعني ما بنكترش موضوع صعب صعب جدا يعني إرجاء الحساب فلما عملت الحساب الجديد وأجوا المتابعين وأجوا الناس ثلاثمئة أربعين ألف أجت صح ثلاثمئة أربعين ألف تقريبا ثلاثمئة أربعين ثلاثمئة وخمسين واحد من الريل جاب أربع مليون آه مش هون الفكرة لما تدخل على المسيجات تدخل على الستوري تشوف مين شاهد حسيت حالي في الغربة تعرف شهاد لأن الأربع مليون اللي شاهدوا الريل هم ناس فزعة أوكي اللي هم أجوا عن طريق الانفلونسر اللي نشروا إنه والله حساب أبسر والطا آه أوكي فإنه يا جماعة طار بسبب دعمه ونشره وكذا كذا كذا نعم فاللي حضروا فزعة نعم بس إم الشيلان آه أوكي اللي تابعوني فزعة وقفوا معاي لأنه زلم حسابه طار أوكي فالمتابعين كلهم يعني جداد كثار جداد نعم فإشي غريب إنه أنا ما يعني متابعيني حتى لو ما أنا مثلا ما بقدر أرد على كمية المسيجات بس أنا حفظهم أوكي عرفهم عرف ردودهم لأنك ثلاث فترة طويلة آه صر لنا سنين مع بعض كم سنة في الانستجرام صار لي ست سنين تقريبا أوكي يعني شغال عليه أوكي فعلي فعلي تقريبا ثلاث سنين نعم الشغال شغال عليه شي مرتق فزعلت فزعلت أنه يعني لا أريد حساب القديم عليه هايلايت والسفرات والرقم كل شي يعني أنا أربع مليون شاهدوا الريل تابعوني ثلاثمية واربعين ألف طب الأربع مليون لو عملوا متابعة طبعا كان أنا متابعيني في كثير ناس بس ما عرفوا أنه أنا طار حسابي نعم آآ أوكي لما رجعت أنت وين كاين آآ مغايب آآ ما يعني ممكن ما يشوفوا ما يعرف أنه أنا طار حسابي صح فأربع مليون لو مثلا نشروا وتابعوا إلا ما يعني بوص الرقم كبير ما سابقا مزعج بالسوشال ميديا أنه إيش أنه أنه أربع مليون شافوا بس ثلاثمية وأربعين اللي عملوا متابعة وأنا حسابي مطارش لأنه أنا تغابيت مثلا أو هيك يعني إحنا في قضية إنا في قضية آآ الكل واقف فيها الكل من الضامن الإنستجرام تحديدا هل في بيزنس من يسمي لك ولا بس طبعا إيش البيزنس طبعا أنا أهم بيزنس الإنستجرام هو الإنستجرام اللي هو ترويج للمواضيع والسطوري والسطوريات والإعلانات نعم إحنا الإعلانات كثيرة على الإنستجرام نعم يعني هي تقريبا ثمانين بالمية من إعلاناتي الإنستجرام الإنستجرام أوكي يوتيوب برضو آه طبعا بس يوتيوب بيحكوا عنه بس الدفع مش عالي كأن إيش دفع مش عالي؟ اليوتيوب له جمهور منفصل مثلا يعني أنت في أحداث فلسطين نعم نعم تنزل فيديو على اليوتيوب ما في هجوم ما حدا بهاش جوز واحد إنستجرام هجوم تحس حالك ملحد نعم فيسبوك برضو بيئة مختلفة نعم فيسبوك نستجرام تقريبا نفس البيئة نعم سناب شات بيئة مختلفة تيك توك بيئة مختلفة طبعا هذا له جمهور هذا له جمهور نعم بس تعرف بتحس أنه أنت كبني آدم اشتغلت في السوشال ميديا ممكن ما تكون موظف ما بدك تكون موظف أو بمهنة في حياتك مضبوط يعني لو كنت أنت مهندس واشتغلت في السوشال ميديا خلاص تترك الهندس تترك الهندس لأنه كثير ناس عندهم وظائف دكتور ممدوح نصر الله هو طبيب لكنه ترك كثار وكثير نماذج كثار بسيري برضو كل مجموعة كبيرة بصراحة من الناس بس كمان في مشكلة أنا بنتبه لها أنه لما بتشتغل كفرد الإقبال والمتابع أكثر والتفاعل من المؤسسات أو الشركات أو القنوات الأفراد التفاعل معهم كأشخاص بتحسوا أكثر بالسوشال ميديا ياشي جاوب بلا بستنك آه أنت حكيت طالعا كلام كمير بس ما فهمتوش طيب نعيده أنا باعتقد تفاعل الجمهور مع الأفراد يعني مع مع الناس أكبر من أنهم يتفاعلوا مع مؤسس نقول مؤسسة أو قناة الفيزونية الفرد بصير فيه حب وانتماء بصير علاقة أبقل لك مؤسسة أبصر لمن تابعة مثلا هذا فرد مننا وفينا نعم ابن البلد ابن البيئة اللي إحنا منها هاي صرف جميل هلا بتجربتك في كأس العالم حسيت في غصة بكلامك وين في الدوحة آه لما رحت تغطي آه كأس العالم في قطر كأنك واجهت مشاكل مشاكل من كأنها من أفراد أو من أشخاص أو يمكن نقول زملائم هنا هيك لا هو اللي بدي تفتح لي قلبك هو في كأس العالم طلعت بفكرة نعم ممتازة حلو ناشي نقول والله أنا ممتازة بتكمل القصة اللي أنا بعملها في دورة ابطال الدار قصة أنه ولد سارك ذهبات أمه وزعها أخوانه وطلعوا على على قطر أوكي وقعدنا أنا وسامر رتبنا الحلقات هاي الحلقة فيها الشخصية الفلانية هاي الشخصية الفلانية كذا 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 وعساس كل شخصية رتب لها كم من نور نعم رحنا على قطر ضغط مستحيل تعمل سكتشات تمثيل في هيك وضع بسبب سامر مش مصور نعم كان يمشي معاي يعني يعني مثلا تصور هذا المشهد يمر الوفد الكولومبي ما يعني فاهم ينسى فمخك مش معه اه ولا مخه مش معك ومخه مش ولأنه مش يعني احنا في قطر ذبحنا بعض اه حرفية كنا فراير ليه طيب لأنه اه الشغل ضغط مش طالع وماسك الكاميرا وبعمل فلوك لا سامر خطرت في بالي هسا المشهد لأنه أنا ملحكتش أكتب طبعا ملحكت يعني أنا بصحة الصبح بلازم أكتب محاور الاسكتشات عشان أنا لما أوصل مثلا خنقول وصلت سوق واقف مطلوب من نعمل كذا كذا لا احنا منروح سوق واقف بعدين بتفكر شو تساب شو تدي أعمل شو تدي أعمل لهذا سكتش تمثيل بس انت مجوبنا على سؤالي المشكلة اللي صارت معك الناس اللي حاربوك شو تسميها زي ما بدك مش مشكلة نحكي عنها حربوني أو غير حربوني هو من الضغط ومن الضغط على الأشخاص الثانية نعم صار فيه خلل وسوق فهم لا تقس لحظة شوية فوقنا من الدبلوماسية لا لا والله مو دبلوماسية يعني بالإيش بيسموا الأردني بلمش شمرحي ولا إيش بلمش شرمحي شرمحي آه انت حسيت من كلامك بعض التصريحات اللي حكيتها انه في ناس كانوا ضد نجحتك أو ضد شغلك أو بدهم يفشلوك صحيح ولا لا صحيح طيب مين هذول الناس هم ناس من هالناس محسوبين على ناس مشهورة أوكي تفاهم مش هم مشهورين لا أوكي هم محسوبين سنيد إلى مشهورين هسا أنت بتشوف الصالح والطالح في حياتك صحيح ولا ما تتعرف على ناس وفي وقت يعني صعب يعني كاش تدخل في النواية وإنه فترة كسام بس إنه يعني حتى بعد كأس العالم يعني ما بحكي مشهور الأشخاص المحسوبة على المشهور يعني بعدها يعني بتحارب وبتعمل أشياء سيئة يعني بحربوك كشخص ولا على السوشال ميديا كشخص وكسوشال ميديا آه إيش بعملوا مثلا يخرب عليك شغل يخرب عليك مقابلة شخص معين كل شي كل شي ممكن نضر شغل نضر مصلحتك هاي سوالف يعني بعد بعد حرب بغزة الواحد تغير شخصيته نعم يعمل اللي بده يعمل حل أن الناس قاعدة بتموت أنا بدأت تفرق معاي أنت يعني صح بس كل هو أجا يعني كله ضغط بضغط ضغط الشغل مع ضغط هاي الشغلات يعني ناس مقربة ناس قريبة عليك تعمل فيك هاي الأفلام طبعا بس هي منافسة في هاي المهنة معروفة حسا طبعا منافسة حروب باردة وانت مش حاس فيها تتفاجأ أنك تأكل مقلب ولا مصيبة ما تعرف لا مش بس حروب باردة في حروب ساخنة حروب حروب ساخنة وفي مواجهة وفي آه في ناس ما بتواجهك بتحاربك وفي ناس دايريكت بتحاربك بس اللي ما تتواجهك كل مجال ولكن انت يمكن كمان خبرتك مش طويلة كثير اللي تعرف إدارة هيك أزمة صحيح يعني لازم طبعا ما آه هسا أنا مثلا اتعرض لهذا الموقف يعني المرة الجاية بعرف أديره بتاكيد يعني أنا فتحت مصلحة خسرت فيها 150 ألف درس حقه 150 ألف طبعا يعني درس مرتب طبعا انت لو كان معك 150 ألف من أول أنا لو مع 150 ألف بستثمر استثمار اللي هو المربح يعني اللي هو العقرات والأراضي وهذه صحيح صحيح وشتتمرد في أرض واحدة ربحت فيها نعم ما شاء الله بستعرف أن الزعلان منك ليه مرة حطيت أنت بوست وحاطت لا بسرية المدريد فسألتك قلت لك أنه أنت مدريدي قلت لا فأنا انبسطت يعني روحت نشارة قلت أمسروال مدريدي وكذا هيا أول مقابلة صحيح قابل أول مقابلة على السوشال ميدا آه بس أنت آه يعني خدعتني أنت قلت لي مدريدي طلعت ولا مدريدي وليش حس فيه المتابع الجديد آه حس هون المتابعين ظلوا أنت مدريدي أنت برشلونة لما نزل فيديو بتنمر برشلونة يقولوا آه مدريدي آه لما نزل العكس آه أنت برشلونة أوكي لحد ما طلعت بالفيديو اللي هو دمر حياتي حكيت فيه أنه أنا آه بشجع برشلونة أوكي بالفترة هاي اللي كان فيها ميسي دربك على إيدك آه كانت كورونا طيب وكان فيش محتوى فعايز أعمل أكشن كل الدوريات وقفت آه لا مع أنه أنا كنت شغال في الجيمينج يعني أنا في الكورونا كروياً نزلت فيش كرة فيش إشي وبالجيمينج طلعنا مرت شغلي كويس آه جداً كويس يعني هو البومينج عندي في الجيمينج آه أنا كنت مشهور قبل ما أدخل الجيمينج آه بس البومينج هو كان في الجيمينج صح بس أنتوا لكم آه يعني أنتوا المؤثرين بالسوشال ميديا لكم جمهور خاص يعني عالم آخر غير عالم الميديا والقنوات والتلفزيون والصحافة طبعاً يعني العالم هذا مختلف تماماً إحنا أصلاً بس نشوفكم نقول والله ما هم عارفين نشتغلوا لا آه لأنه هو حرفياً الفرد بيشتغل عمزاجه آه أنت هون آه حدامنا نقول أنه أي مشهور باتجه آه قنوات وما قنوات ممكن راتب ثابت والاستقرار وهاي السوالف نعم بيبطل آه خلاص بطفي أوكي بطل زي سورش عنده إبداع لأنه مش ما أخذ راحته نعم بس أنا عضبيتي أذكر أول مقابلة بس ما هو فيه كنترول شوي لا طبعاً فيه كنترول في الحالتين فيه كنترول طبعاً بس حتى لو أنا ما أخذ راحته أكثر بس أنا لما بحكي بحكي أنه إذا أولادي مرتي بنتي أهلي والدتي الله يرحمها لو أهل يعني حدا شافني أنه يكون طبيعي ما يكون أوفر هذا المعيار تبعي بس أنت كمحتوى بتقدم محتوى جاد يعني تقريباً آه جاد نعم ما يعني ما فيش فيه أي كوميديا أي شيء بس أنتوا بتروحوا للإكستريم عشان يجيبوا جمهور يعني هذا كمان فيه خطورة لأنه الولاد بتعلقوا فيكم فبتصير أنت بتعمل هاي المصطلحات اللي بعضها خارج خلينا نقول لكن ما بتوصلوش للخطوط الحمراء ولا لا حالياً سوشيال ميديا للأسف أنها صارت تحب أنت ما توصل بس للأسف الآخرين آه مش الآخرين يعني البعض لا حالياً 90% خطوط حمراء ما في مشكلة يعني إذا بدك جمهور بدك تروح تسيب في حكي وفي تصرفات وفي أفكار في 2015 مثلا أو قبل الكورونا أو أي حقات أنت تحكي بس سجن قبل الكورونا كنت ما تقدرش تحكي هذا الحكي بعد الكورونا دهورت الدنيا أنه الضوابط آه ما فيش خطوط حمراء خذ راحتك الناس صارت تم بسطة على الخطوط الحمراء نعم أنت إذا حسيت أنه الأقبال الجماهير نزل بتروح على طول بتعمل مرينا بفترة آه زي هيك بس بعدين الواحد بس يرجع لنفسه قول يعني في هذا الحكي بذمتي نعم طبيعي لا أنا طب اللعبة يعطي كلها الف عافية مريت بفترة أنه صار عندك أمفلو كثير أمفلو لا ما في أبدا لا لا طب أنت ليش بتكره بايروميوني؟ لأنه فريق قوي لأنه فريق قوي لأنه فريق قوي وكل فريق بواجهه يعني بطلعه بشكور وبعذبه و أنا كوني كنت برشلوني فطبيعي أنا أكره مدريد أنه يحقق لقب فأنا بالفترة يعني أنا قلت لك بلجت متابعة حقية بعد 2015 يعني أنا حتى البطولة اللي هي دور الأبطال آخر بطولة أنا ما أمبسط فيها سوريز بس نعم 16 بلشت نعم 16 أتلتكم مدريد شجعت عشان مدريد ما يفوز هونانا تعلقت في برشلوني فهي جيب على أباين منخ الشق الكوكب عند مدريد طب يبلح ومدريد سيئ يعني أنت 8-2 هذا التاريخ أسود بتعليم أنا 8-2 ما زعلتني ولا أنا لما كنت يعني 8-2 شباط 8-2 أقصد أنا أزعل أزعل لما أشوف باين منخ بيخسر مدريد أنا مش عشان باين منخ أنا بدي مدريد يخسر بأي شكل آه فأنا يعني مش 8-2 اللي خلتني والله أنه أنا أكرهه لا من قبل آه من لما كان واجهة ريا المدريد ولوح ودايما نكون خسر آه يخسر سهل لحويك بعرف الحكي آه بعرف بعرف شو سوى فيك أسطور التمثيل ما كتب لك شيء لا 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 عادي يعني هي آه آه آراء آراء بالنهاية آراء آراء بس أنت بالأول كنت بتحاول تكسب كل الجمهور صح؟ بالبداية يعني بتحاول أنك حتى لما بتلبس الآن طبعا في البداية آه آه بعدين خلص وصلت لمرحلة صار عندك الملايين فمش فارقة معك مش مش فارقة معاي آه يعني آه قلت يعني هو محتوى يساخر وأنا قلت أن أنا بشجع الأرسنال في البداية آه آجت الكورونا قلت خلص يعني أنا درستها قلت أكيد ممكن هسر المدريدي يزعال ويتدايق مني بس لما حسبت صح برشلونا هيك ومس يطلع فأنا يعني حرفيا أنا محتواي كان عبر شلونا نعم لأنه أنا من حد ما بلشت تقريبا نعم بداية 2017 نهاية 2016 برشلونا ووضع سيء فأنا بهمني الفريق اللي بخسر نعم لشانه يحفل عليه فمين كان يخسر كثير طبعا أنا بهمني الجمهور اللي عنده الجمهور الأكبر عشان المشاهدات برشلونا فأنا برشلونا كان عندي فلازم آه آه محتوى طب هذا بدخل في النفاق أنك أنت عم بتنافق يعني لا أهصل ليه أنافق يعني أنا تمثيل مش قاعد بحكي شيء يعني أنت بتروح يعني أنت كنت مع برشلونا برشلونا نزلت نتائجه فبدك تفريق أنا مش طالع على السوشال ميديا وأقول أنا برشلوني وفريقي خسر وأنا مش فارق معي لا لا بس ما بتحزن إذا خسر برشلونا نعم ما فارقة معه نعم المهم أنه أنت تعمل شغل حلو وخلص بالزبط كمان ممارستي للشغل خلتني مش متعصر أنت بدأت تحيد مشاعرك شوي مش أحيد خلتني مش متعصر أنا بالنسبة لي لمدريد هسا أفضل نادي في العالم مدريد وأفضل إدارة وأفضل كلام مسؤول عنه آه كلام مسؤول عنه لأنه البراشني بيقطهوك مش بقى يعني هو البرشلونا نفسه عارف أنه فريقه إدارة سيئة مزبوط صح يعني صار ميسي طلع انت مش حكيت ميسي الفريق لأنه ما كان في خطة بعد ميسي مفروض أنت عملت خطة قبل ميسي انت فاجأة هيك صحيا الصباح ميسي طالع لابورتا بدبي هلا يمكن ان نضحك عليه والله لابورتا بدبي آه لازم يشوفه لازم شهور الجمهور المدريدي صعب أنه يعني يظل معك أو بزعل بسرعة جدا بزعل من اللعايب مثلا زي رونالدو أنت تروح تصفر عليه زي أنشولت أنت بالطالب يمشي يزلم عشر صبات عندك وقعب يفوز زلمة صح متصدر مجموعته بس ما تنسى الممرن المدرب اللي ياتف صراحة خارك يعني كمان يعني بحقين جددوله لنهاية الأمر طبعا هذا سفاح صح هذا إدارة صح طب خلينا نرجع للمحليات شوي مين بتشجع بالأردن والله أنا ما بشجع والله لا لا ليس خايف أنا لا الله مخايف ما هو يافصلي يا رامثة حس أنا لو ما حكيت لك الحقيقة هنا أنا بنافق بس والله العظيم أنه أنا مش متعصب في الكرار أردنية هو مش متعصب أقول لك أنا مين بشجع أنا ما عندي مشكل أنا بشجع الرمثة طبعا أنت إنت عارف موضوع الفيصل والوحدات هذا عمي المحسوب وهذا عمي محسوب ما علاش بس لما بيلعبوا شوف أقول لك أنا أول صحفي يمكن بالن من بشجع ما عندي مشكلة ولكن لما بنيجي نحلل منحلل بالمنطق طبعا يعني لما بيلعب فيصل ووحدات والفيصل كان أحسن بدنا نقول الوحدات كان سيئ لهذا الأسباب لما تكون الوحدات أحسن بدنا نقول الوحدات أحسن مش يعني بس أنت تحب هذا الحقك أنت على الهوى لازم تكون محايد ولكن مشاعرك ما أحد ألو فيها صحيح أنت تحب أرشلونة وتحب البدكية بس لما تيجي تحلل وتقول للناس عشان يفهموا ويكونوا انطباعوا رأي من خلالك بدك تكون منطقي وهون بدك تكون محايد على الهوى لكن مشاعرك أنت حر فيها أنا والله بس ما تستخدم مشاعرك ضد أي فريق مشاعريا كرويا إني أنا الاثنين يعني دوري الأردني ما بتابع خارجيا في كأس الاتحاد الآسيوي أو في دوري أبطال آسيا أنا بالنسبة لي بشجع الاثنين أي حدا بمثل الأردن أنا بشجعه طبعا ومستعدة طلع روح ضر المباراة وآزره وكذا كذا كذا أنا يعني زعلي يوم ما الفيصل خسر من الترجي زي زعلي يوم ما لورقواي يعني خنقت بستاهل يعني أول مرة بشوف حدا بشجعوا لورقواي معي هذه الفكرة أنت مميز أنا بزعلي على اللي بلبسه سماوي مثلا كذا خسر فزعلي الوحدات لما بخسر في أي بطولة بزعلي يعني بدي الإسم يطلع بالعكس يعني شو ما لك هذا بس أنت عندك رأي بالكرة الأردنية تقييم على مستوى العربي مقارنة مع العربي تقييم آآ أنه للأسف يعني أنه للأسف للأسف شو يعني للأسف أنه للأسف يعني رأت بالعكس أنا ليش يعني أجعي بن أختي دخلته في أكاديمية طلحة أحمد نعم يطلع لعب وقل لي عشان أنا أصير ألعب في النادي الفناني خنقول مثلا فيصل أو حتى مثلا قلت له لا وين راح مال طبعا لا هذا يعني هذا إيش بزعل طبعا ليش لأنه هون أنت مش يعني عندنا اللاعب الأردني مش يعني بتفهم بيخلص المبارات بروح بشتغل صح بيكمل شغل صح ليش اللاعب الأوروبيين هم طاقتهم وبمهارتهم فيش عنده إلا هال فايرية أنه يصير لأنه بدك ضخ فلوس طبعا وبدك تحسن يعني ما في أسماء موسى التامري يمكن الإسم أعلى واحد اللي هو في مونبليا اللي بفرنسا كمحترف الإسا أكثر حدا لافت النظر صحيح وبس بدايته كانت موفقة من الدور القبرسي وبالجيكي أعتقده وبعدين راح ل مونبليا بس ما في أسماء أكثر وبعدين الأرقام حتى لما بيحترفوا ما في أرقام عالية الأرقام المالية اللي بيحصلوا عليها اللاعبية مش عالية هسا لأنه أنت بدكاش تطلب رقم كبير لأنه يعني أنت تعرف تقييم الناس اللي بتشتري اللاعبة نعم بيجي بقول لك والله لاعب عربي فأنت تدكشين نصف سعر نعم من وين؟ من مصر آه في كثير محترفين مصريين أوك خلي السعر مغربي آه في مقارب نعم خلي تيجي تقول له لعب عراقي أردني سوري بقول لك والله مش كثير نعم يعني هاي عالم الرأسمالية صح طب بالجيسع لك يعني ذكرت المصريين محمد صلاح شو رأيك بتغريداته الأخيرة شو غرده لا والله جات شو غرد لا في شي جديد غرده يعني كانوا طالبينه أنه يحكي عن فلسطين وطول آآآ وبعدين حكى بالإنجليزي وقرأها على الأتوكيو هذا الموقف أنت رأيك لي أنا طلعت على السوشال ميديا وقلت يا جماعة الوقوف مع قضية الكل عارف نعم الصح فيها مش مطلب يعني من فعش أنت تيجي تطالب وتقول له احنا عارفين أنه هو ستين مليون في الور وكثيرة جانب بس إحنا كمشهير وكناس قدرت توصل الرسالة إلى الجانب نعم والرسالة وصلت والأمور وهيوم المظاهرات عندنا في الوطن العربي خفت المظاهرات عندهم لسه شغالة لسه شغالة آه فإحنا رسالتنا وصلناها يعني أنت اللي عمله صح ولا غلط بس هو غلط بس أنا مش رحاجة أقول له أنت غلط أنت رأيك أنه اللي عمله صلاح غلط أنه لازم يظهر تعاطفه رياض محرز أظهر تعاطف كل اللعيبة أظهره هو غلط يعني بينه وبين ربه نعم مش أنا اللي أجل أقول له بس هو ربه حيحسبه على أنه كان رأيه أولا يعني أنت قادر تأثر قادر يعني اللي في إيدك أنت بدك تعمله نعم بس ممكن الزلمة فيه عليه ضغوطات من وين يعني ما بتعرف أنت في هذا رقم كبير أنا بقول لك رامي عباس إذا فيه ضغوطات مين رامي عباس مدير عماله لا أنت في قضية نعم الكل شاف قديش هم بزيفه نعم وقديش هم بشتغلوا من وراء لوراء ممكن انضغط عليه وبيدفعوا فلوس لنا طبعا طبعا ممكن انضغط عليه أنت بتعمل كذا كذا يعني هو حاليا بدوش يضحي برزقته زي ما أنا مثلا لا ما هيضحي أنا أعتقد ما هيضحي آآ آآ محمد صلاح لا ما هيضحي ليش لأنه مطلب ونجم وكبير وعن بكسر الأرقام وخامس آآ كأسطورة خامس واحد في الترتيب بالأهداف فلسطيني آآ هو حاليا مطلب يعني هو مش ناقصه شي طيب يعني هو ما بيقدروا ليفربول يقول له مع السلامة لأنك كنت مع الفلسطينيين ما هيقول هذا السؤال هو يعني باختصار انت وقفت فهذا اشي الشرفي لك صارت الناس عنده محمد النني هون ومحمد صلاح هون قابل لك عن محمد صلاح هو الايدل صح انت بنفعش تطلب منه بدو يوقف ووقف بدوش يوقف هو حر انفولو لا يشرفني والسلام عليكم انت هون وهون اللي سقط مش انت تمام هاي في عندك اللاعب اللزائري مش كان اسمه اللي في الدور الالماني وفي الدور الفرنسي اكثر من اله مش هو واحد اه وفيه مش هو وحكم عليه وفيه حد انسجن اه بفرنسا حكم عليه استفاد ايش اه بالصلاح ما ما اعتقد يوصل للمرحلة لا ممكن يعني ما بتعرف استفاد ايش اوكي بعيون الناس هو كبر وكذا بس هو كحياة حينزل تحت لا مش بس حينزل تحت عرف شو هيصير يمكن محدش يزوره بسجن للأسف يعني احنا طفيين كعرب انا بقول لك ومنتحمس بس لما يصير الجد وصير حدا عنده كارثة محدش بوقف معه او محدش بزوره حتى اربعة مليون وثلاثمية ثلاثمية اللي عملوا متابعة ماذا؟ فمش الكل انت مش الكل اه مش الكل حيوقف معه وانا اه اوكي حتذكرني انه والله ان شاء الله عليه والله انه زلمة عمل كذا كذا طب ماشي زلمة وبعدين ممكن هو انخربت وهي انحبس زي انحبس بدناش نقول الشخص اللي بس انطرد من نادي ممكن فيه خيارات كثير قدية ويقدر لسه يعيش حياته ممكن مستوى المعيش ينزل بس هذا الشخص اللي انحبس او اللاعب اللي انحبس دمرته صح تعرف ابو سروال اول ما اعرفتك التقينا اعتقد اول مرة بيقوله بسكر اه فسلمت انا حبيت سلم عليك لاني بعرفك انا شخصيا انا عرفش اذا كنت يعرفني ولا لا لا مع ان خبرتي اكبر من عمرك احنا كنا قبلها منحك ولا ولا لا 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 كنا كان يمكن سوشال ميدا بس اول مرة نلتقي حسيتك مغرور اه والله حتى ظليت احكي القصة لاصحابي انا سلمت عليك كيفك واخبارك انت عرفتني وانا عرفتك لا انا بعرفك بالنسبة لي يعني فقلتلك حابب تكون معي ضيف في يوم يعني ان عندي برنامجين في المشهد وحابب انك تكون معي ضيف قلتلي اوكي قلتلي اه كلم مدير عمالي انا بقول لك مش كلم ايش هذا المغ ايش هذا شو اللي يكلم مدير عمالي لا والله العظيم انت قلتلي كلم يعني مش قلتلي يعني روح كلم مدير عمالي انه كلم مدير عمالي بعطيك رقمه فانا خدت انا من باب يعني الادب قلتك يعطيني رقمه سامر اللي هو منقذك بعتبره انا لانا فانا انا بعديها قلت طب كيف مغرور هذا الشهر هلأ أنا أقول لك أشهد لك هلأ أنت لا مش مغرور ولا شيء ولكن ما عرفت تتصرف معي صحيح صح ولا لا؟ مع الوقت الواحد بتعلم يعني أنا مش انولدت ذكي ومش الله علي يعني في البداية سامر أجشال عني كثير شغلات فأنا كنت أعطيه هو يجيب لي إياها مرتبة نعم يجيب لها كل شي جاهز يعني أنت حكيت مثلا خمس جمل وفي قلوب سكر والتيكتوك جايبيني أنا أحكي مع اللعيب وعمل مقابلات وكذا ففيه أنا مليون دوشة يعني الخمس جمل اللي حكيتهن عيب على اللي فهم شي فأنت بتوصل سامر سامر بعرف كيف فهمني بعرف كيف فهمني عشان هيك انت حاط مدير عمال طبعا وأنا يعني هاريت كان معي هذا السبب؟ مش هذا السبب لا أنا فكرة مدير الأعمال شو مدير أعمال؟ طب أنا ما عندي مدير أعمال ليش؟ محتاج يمكن أنت حسب الخبرة أنت قادر تتعامل مع هذا وقادر تتعامل مع هذا أنا ويني؟ أنا مدير أعمالي غيرني غير مني مش بس أنه بيجي أضاف لك آه أضاف لك كثير طبعا طب خلينا أسألك كم من سؤال سريع؟ دوري سعودي أو المصري من الأفضل؟ حاليا من سعودي سعودي أفضل من المصر حاليا سعودي أم المغربي؟ سعودي رونالدو أم ميسي؟ سعودي ميسي طبعا ميسي عادي كرويا ميسي كليان مبابي أم هالانت؟ مبابي كرويا بس عقليا لا صلاح أم محرز؟ كرويا صلاح يعني أنا بالنسبة لي بشوف صلاح محرز لعيب ألعب من صلاح والله في جغلة؟ لا أنا أحكي بدك لا صلاح حداف يعني ومش الله يعني بس أنت هتوقعنا مع الجمهور لا والله بس يعني مثلا كيف كرويا ميسي بالنسبة لي محد بنافسه كرويا نعم رياضيا بالنسبة لي رونالدو أفضل رياضي في العالم ليش؟ لأنه يعني كيف عارف كيف يشتغل صح؟ أنت مش عم بنتزبط حيو ترقيعها بس مش زابطة بس كمهارات كمهارات وككرة قدم محرز ألعب من محمد صلاح بس صلاح حاليا هو الأنجح أنت بتعتبر محرز أفضل من صلاح كرويا بس كنجم وكرياضي صلاح أكيد وحدات أم في صلي الرمثة 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 طيب الرمثة ولا الحسين أربد أنت هربت من السؤال هداك؟ آه غالشي شو يا سامر أنا الثنين بتابع همش يعني أو ما يعني أنت زي ما الناس بتحكي يا سيد يا الله الحسين أربد عشان محمود مرضي النصر ولا الهلال لا الهلال أهلي ولا الاتحاد لأنه أنا كنت أشجع الهلال قبل الأهلي ولا الاتحاد لا الاتحاد كنت أشجع الاتحاد برضه قبل سامي الجابر ولا ماجد أبد الله والله أثنين ما لحقتهم ما بتعرفهم يعني منشوف سامة جاور في الفيفا في اللعبة يعني تلعب في الفيفا؟ بالأفسي بالأفسي هل بنلعب أو لا شو؟ جميل ايش في ذكريات كثير حلوة بحياتك الرياضية بتقول انه هادي مبسوط اني أنا عملتها أو كاس العالم كاس العالم في الدوحة طبعا مقالة مع الجمهور أسئلة مع الجمهور في الملعب رياكشن ونأذر المنتخب طبعا يعني والأجواء وتحكي انجليزي مرات ياس فكورس واتذره نوم شنو؟ عم تحكي انجليزي أنا عم بحاول أستحضر مسرحيات سوهير البابلي ياس هاي سبيك انجليش مع الجمهور بكون أجنبي يعني مثلا مش هحكي انجليزي إلا مع الياباني والكوري والاسترالي هو الياباني بحكي انجليزي؟ يعني أكيد عشان يفهم علي صورت معاه قبل هيك هو الكوري نعم تطلع بنتيجة المهم بس انت يعني انت ما بتستحق إذا كان الإنجليزي فيه أي خلال يعني يعني ما عندك مشكلة عندك الجراء أنك تحكي المهم توصل للرسالة أو المسيج ياس فكورس اذا تحتاج لك انجليزي في الانجليزي يلا شوف يلا قدم لي نفسك بالإنجليزي مينام زالي موسى أنا لدي في يوتيوب مليون متابعين في الور إنستجرام 1.4 والله حلوة والله شوف الحديث معك كثير ممتع وأنا انبسطت كثير فيك وإن شاء الله يعني بتمنى لك مزيد من النجاح دائماً أفكارك حلوة بتشد المشاهدين وعندك جمهور كبير بتشرف والله في هذا الكلام يعني من قامة إعلامية كبيرة إن شاء الله يعني يعني بديش أحكي بس ممكن يوم لأيما أجي أمسك مكانك في المشهد وبعد إزاحتك أتشرف هذا شرف يعني الجسد لا يرحمة نورتنا أبو سروال أهلا وسهلا فيك نورك نورك أهلا